شارك اليوم وزيرو التجارة كمال رزيك في أشغال المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد الأشغال تناولت مناقشة العديد من المحاور ذات الطابع الاقتصادي منها التحضير للقمة العربية القادمة ووضعية ومستجدات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كما سيتطلق هذا الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدورة إلى ما يسمى بالجنوب الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بتمويل أنشطة التي تدر ما يسمى بالدخل صالح النساء الأرامل والمعوزات ومشروع ما يسمى بحماية المرأة في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى ملف التعاون بين الجامعة العربية ومختلف الدول الكبرى في المجلة الاجتماعية والتنموية